واشنطن تعتزم كشف أدلة تسليح إيران ميليشيات الحوثي بالصواريخ والأسلحة دراسة جديدة تكشف الألعاب ثلاثية الأبعاد تساعد المسنين على الاحتفاظ بلياقتهم الذهنية سفاري دبيت تفتح أبوابها تجربيا وتستقبل الزوار مجانا لمدة أسبوعين السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين إلى نشرة أخبار اليوم قالت وسائل إعلام أمريكية إن واشنطن تعتزم الكشف عن دليل يؤكد أن إيران هي التي تزود ميليشيات الحوثي في اليمن بالصواريخ والأسلحة ووفق وسائل الإعلام فمن المقرر أن تقدم المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في شهادة أمام وكالة الاستخبارات الدفاعية أدلة خاصة بمكونات صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي على المملكة العربية السعودية الشهر الماضي أعلن مسؤولنا في البيت الأبيض أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لن تنطلق ما لم تغير بيونج يانج من نهجها الجذري ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أن الوقت الحالي ليس مناسبا على ما يبدو لإطلاق محادثات مع كوريا الشمالية في ظل تجريبة بيونج يانج الصاروخية الأخيرة تعيش جانيت بيبي قصة أمل رغم كل الصعاب والتحديات التي ألمت بها وبأسرتها فقدت ابنها وحفيديها في الحرب ضد طالبان ووجدت نفسها ترعى 12 طفلا فقدوا آباءهم في هذه الحرب التقرير التالي والتفاصيل رغم الصعاب إلا أنها تمتلك الأمل بيعيون هؤلاء الأطفال جانيت بيبي منحت الأمان لأطفال فقدوا ذويهم في الحرب ضد طالبان تتأمل صور من رحلوا لكنها تنظر للأطفال بعين التفاؤل وبغد أفضل هذه الحرب ثمنها باهض نحن فقدنا فيها الكثير ابني مع أحفاد الاثنين كانوا في صفوف شرطة الأفغانية ولقوا حتفهم أثناء القتال مع طالبان أنا بقيت وهؤلاء الصبية من حولي 12 طفلا يسألونني باستمرار عن مصير آبائهم وأحاول أن أبث الفرحة في قلوبهم لقد استأجرنا هذا المكان ومعي ثلاث أرامل من الذين فقدنا أزواجهن في الحرب الحياة كانت أفضل مع وجود ابني وأحفادي الأطفال كانوا يذهبون إلى المدرسة أما الآن فهم مضطرون للعمل وكسب لقمة العيش لكننا نأمل أن تتحسن الأمور آمل في أن يكبر هؤلاء الصبية وأن يصبحوا رجالا يوما معه ورغم بساطة الحياة هنا إلا أنها تحيط الأطفال بالمحبة والرعاية وتزرع فيهم الحب والإصرار على أن القادم أفضل وهم يشاهدون صورا لأبائهم أنا فقدت أبي وأخي وابن عمي في الحرب مع طالبان في ولاية زابل هم قتلوا وتركوا علينا عبء الأسرة هذا وقت الدراسة بالنسبة لي لكني مضطر للعمل كي أكسب لقمة نعيش عليها ليست الحياة سهلة كما تروي جانيت لكنها تحمل إشرقة أمل وتنضي نحو المستقبل بخطا فيها التحدي والعزيمة للوصول إلى بر الأمان بهذه الأرواح البريئة فهؤلاء الأطفال ورغم الحياة الصعبة التي وجدوا أنفسهم فيها إلا أن ملو جانت من خلفهم تمدهم بكل قوة ليروا أنفسهم في قيمة من نجاح رغم مشقة الدروب زينة عصفور صاحبة مبادرة المتطوع الصغير كانت تبحث عن أماكن لجعل بناتها يندمجن في الأعمال التطوعية ولصغر سنهن فلما تجد لهن ما يناسبهن لذلك ابتكرت هذه المبادرة التي تؤهلهن للانخراط في أعمال مساعدة الآخرين في المجتمع الأردني المزيد في سياق التقرير التالي من حب الخير نشأ العمل التطوعي الإنساني ومن فكرة صغيرة ألا وهي مساعدة الآخرين نشأت مبادرة المتطوع الصغير التي باتت تبحث عن فضاءات جديدة لتحقيق غايتها فما هي هذه المبادرة؟ البداية كانت من الدافع الإنساني لمساعدة الآخرين والرغب بتغيير حياتهم نحو الأفضل وجعل الطفل يحس بواجبه تجاه نفسه ووطنه ومن هنا بدأت الفكرة التطوع الصغير هي مبادرة الهدف منها يشتركوا الأطفال من عمر ثلاث سنين المبدئياً لعشر سنين بس عم نكبر الفئة العمرية بأعمال تطوعية بهدف أنه هن يكونوا أعضاء مسؤولين بالمجتمع تبعهم ويكونوا أعضاء جزء من المجتمع متكامل وعندنا أنشطة مختلفة بيشاركوا فيها الأطفال الصغار هن بيقوموا بأعمال بمسؤولية والحلو بالمتطوع الصغير أنه كل مرة عم نعمل أنشطة عم نلاقي نفس الأطفال عم برجعوا بيجوا معنا وصارت هي أكتر كمجتمع عم بيكبر عم بيكبر وهدول الأولاد اللي شايفتيهم موجودين معنا على طول التطوع بالجهد والوقت أهم ما تركز عليه مبادرة المتطوع الصغير فضلا عن تنمية الإحساس بالآخر وعليه تهدف للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الأطفال وجعلهم يندمجون مع بعضهم البعض شكرا شو جيت تعمل اليوم إحنا أجينا هنا على المدارس اللي شوي أقل حظا منا إحنا عملنا لهم جاكتات عشان يدفوا فيهم في الشتاء في الصفوف وفي البيت ولما مثلا أنت بدك تعمل عمل تطوع يعني ما بدك مثلا أنت تعملوا نحايا بتكون إلك هدف براسك إنك تعملوا عشان تكسب أجر من الله أول إشي ثاني إشي عشان تساعد الناس مش إنه تخدمهم تكون خدام عندهم لا بالعكس إنك أنت تخدمهم عشان مصلحة المجتمع إحنا جينا هنا عملنا للجاكتات رابينج وزعناهم حسب العمر على الصفوف حطينا اسم لكل طالب عشان أنه كل طالب يستلم الجاكتات اللي بخصه توسيع أفق الأطفال وإشراكهم بأعمال تطوعية ترتبط بالحيز العام أساس المبادرات التي يسعى القائمون عليها إلى تحقيقها والهدف هو تكوين دور للأطفال في المجتمع اليوم عجيت أسوي جاكتات للناس المحتاجين كم جاكتة عملتين؟ سويت ثلاث جاكتات واحد مع كزنتي وتنين لحالي بس عدتني قالتي بأول واحدة لأبي تاني واحدة وأمي بأول واحدة توزيع الحقائب المدرسية وتنظيف الغابات ورسم البسمة على وجوه الآخرين والاشتراك في مبادرة لال التدخين أنماط السلوكيات التي ترغب المبادرة بغرسها عند الأطفال من حب التطوع وأساسها جميعها فعل الخير المجتمعي لأخبار الآن لانا رياض عمان نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل البرلمان المصري يناقش قانونا لتجريم زواج القاصرات أهلا بكم من جديد بدأ البرلمان في مصر مناقشة مشروع قانون يجرب زواج القاصرات دون سن الثامن عشرة وينزل المقترح عقوبات السجن والغرامة بحق المأذون أو من تقع عليه مسئولية توثيق الزواج وسحب الولاية من الأب أو ولي أمر الطفلة المزيد في التقرير التالي تنوعت الأسباب والضحية واحدة قصص وحكايات خلف الأبواب بيوت يسكنها فتيات حرمن من متعة الألعاب ليتحولن بين ليلة وضحاها إلى سيدات في منازل لم يتجاوزن سن الثامنة عشر بعد لكنهن يتحملن مسئولية تسير بيت الزوجية خلافات حادة انطفت على السطح مؤخرا ونشبت بين مؤسسات دينية وتشريعية بشأن تحديد سن زواج الفتيات في مصر ما دفع البرلمان إلى مناقشة مشروع قانون لتجريمها وإنزال عقوبات مشدتة بالمأذونين تصل لحد السجن وسحب الولاية من الأب في حال إكره ابنته على الزواج قبل بلوغها السن القانونية والبالغة ثمانية عشر عاما أما ما يخص انتشار الزواج الشفاوي في محافظات الصعيد بمصر والذي يعتمد على عقد الزواج بدون توثيق مستندي في سجلات الدولة يقترح مشروع القانون إنزال عقوبة الغرامة بمبلغ يتراوح ما بين عشر وعشرين ألف جنيه والسجن مدة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة على المأذون الذي عقد الزواج والأب أو وكيل العروس مناقشة قانون التجريم جاء في أعقاب تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أحد خطاباته عن انتشار هذه الظاهرة الخطيرة وإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول حالات زواج القاصرات إلى أربعين ألف حالة زواج بات ظاهرة مجتمعية ذات خطورة مرتفعة تهدد فئة الأطفال بمصر التعداد السكاني الأخير علن أن نسبة المتزوجين ضمن الفئة العمرية من السادسة عشر حتى الثامنة عشر عاما بلغت أكثر من ثمانية عشر مليون نسمة وهي أرقام صادمة في ظل ما تم النص عليه بالدستور المصري مروج الشاطري فتاة سعودية استطاعت تحويل هوايتها في التعامل مع الطين وصناعة الخزف إلى حرفة يدوية تكون مهنتها عبر السنين ثم إلى أول مركز متخصص في صناعة وتعليم وتدريب فن صناعة الخزف في السعودية الموهبة لو الإنسان مسكها كويس وطورها ممكن تتحول إلى في يوم من الأيام مشروع كبير ومصنع مروج الشاطري فتاة سعودية استطاعت تحويل هوايتها في التعامل مع الطين وصناعة الخزف إلى حرفة يدوية تكون مهنتها عبر السنين ثم إلى أول مركز في السعودية متخصص في صناعة وتعليم وتدريب فن صناعة الخزف الفن التشكيلي بيكون غالباً الفنان الشيء يبدأ معه هو صغير موهبة بدأ معي وأنا صغيرة الموهبة تطورت بعد كده قررت أكمل دراستي في الجامعة في الفنون بدخلت قسم الفنون الإسلامية في جامعة الملك عبد العزيز تخرجت بعدها واشتغلت في نفس مجالي في واحدة من الشركات الكبرى في مدينة جدة أخذت منها خبرة وفي نفس الوقت كنت أشارك في معارض سواء محلية أو دولية تعمل مروج من خلال مركزها مع مجموعة من الفتيات في تحويل الطين الفخاري إلى أعمال فنية وتحفظت ألوان خلابة وأدوات وأواني منزلية نحن عندنا في المملكة العربية والسعودية مو بس في جدة ما عندنا أي مركز أو أي مكان مخصص لفن الخزف والسيراميك فكانت هنا الفكرة أقوى أنه أنا أبدأ بالبداية هذه وأكون سباقة في أنه أنا أحط أول بدرة في المملكة هنا ونخلي خط الخزف هذا مو بس أنه إحنا فتحنا الآن تدريب فكمان أنا خليته إنتاج في هذا المكان بيتعلم الفتيات صناعة الخزف على عجلة الخزف وما أو ما يعرف بالدولة بتعطينا فكرة أكثر عن تعليمه؟ بيتجي المتدربة أو المتدرب هنا بيتعلموا كل شيء في مجال العجلة ابتداء من عجنة طينة إلى سنترتها في المنتصف في النص العجلة بعد كده تكوينها صناعة الأكواب صناعة الفازات صناعة الأغطية كل هذه الأشياء بيعملوها هنا وبيتعلمها المتدربة أو المتدربة على العجلة مراحل ومصاعب عديدة قد تواجه المشاريع والأفكار الجديدة خاصة عندما تكون فناً وإبتاعاً لتطلبوا توفر المواد والأجهزة والأدوات والإمكانيات الخاصة نحن الآن عند مرحلة الألوان توقع هي المرحلة الأخيرة واختمروج؟ هي المرحلة قبل الأخيرة بناخد فيها القطعة بتكون محروقة وكاملة بعد كده بنبدأ بمرحلة الألوان اللي هي مرحلة الجليز والأندر جليز بنستخدم فيها أكاسيد وألوان مزججة هي اللي بتعطينا اللمعة هادي وبنبدأ بعد كده بحرقها للمرة الثانية يمر الطين بمراحل عديدة للوصول إلى شكله النهائي فابتداء باستيراد الطين المناسب من الخارج ثم تشكيله على العجلة أو فرده على شكل بلاطات ونحته وانتهاء بتلوينه ووضعه داخل الفرن الخاص به في هذه المرحلة بيتم تشفيف الأواني الخزفية والفخارية لو تعرفين عن هذه المرحلة بشكل أكبر هذه المرحلة اللي بيتعرض فيها القطعة الخزفية إلى التشفيف تشفيف أولي بنحطها على الأرفف بعد كده بنحطها في الأفران بتاخد درجات حرارة عالية جدا بتوصل لألف واربعمائة درجة مئوية بعد كده بتكون هذه الحرقة الأولى عندنا بعد كده للمرحلة حق الألوان اللي احنا خلصناها وانتهينا منها نبدأ بعد كده ندخلها الأفران مرة تانية وبرضو تتعرض لدرجة حرارة عالية بالمثابرة والعزيمة وحب صناعة الخزف تمكنت مروج من تحويل هوايتها إلى مركز مرموق يكون وجهة لمحبي تعلم هذه الحرفة الأصيلة رغم قدمها ولكنها استطاعت أن تطفي عليها الطابع الحديث لتتواكب مع مستلزمات العصر الحديثة هدفنا أنه نعزز الوعي الثقافي والمجتمعي والتعريف بفن الخزف والسيراميك في المملكة العربية والسعودية ونوصل المنتج السعودي إلى العالمية قد لا يصبح الطين في أيدي أحدنا إلا طينا ولكن بأنم الفتيات السعوديات وبالتدريب والمهارة والإتقان يتحول إلى تحف فنية غالية الأثمان لأخبار الآن عماد فؤاد جدة أثبتت دراسة أن ألعاب الكمبيوتر ثلاثية الأبعاد تساعد كبار السن في الاحتفاظ بلياقتهم الذهنية وارتفاع نسبة المادة الرمدية في أدمغتهم إلى تفاصيل قد تكون للألعاب فائدة كبيرة على دماغ كبار السن وقد تكون أيضا أكثر فائدة إذا ما تم اختيار تلك الألعاب باحثون كنديون في دراسة جديدة توصلوا إلى أن ألعاب الكمبيوتر ثلاثية الأبعاد ساعدت كبار السن في الاحتفاظ بلياقتهم الذهنية وتوصل الباحثون إلى هذه الدراسة بعد أن جعلوا عددا من كبار السن يلعبون لعبة سوبر ماريو 64 وتبين لهم وجود تزايد فيما يعرف بالمادة الرمدية في مناطق معينة بالدماغ لدى هؤلاء المسنين وفي تعليقهم على هذه الدراسة رأى خبراء مستقلون أن هذه المحاولات الوليدة تتمتع بفرص جيدة لعلاج العتة ولكنهم حذروا من التسرع في الحكم عليها ويطلق اسم المادة الرمادية على مناطق في الدماغ تتكون أساسا من رؤوس الخلايا العصبية ومن المعروف أن تناقص هذه المادة الرمادية مسؤول جزئيا عن التسبب في أمراض الكبر مثل العتة وقد لاحظ العلماء أن التأمل والهدوء هما أهم أصدقاء المادة الرمادية التي يؤدي تناقصها إلى أمراض عدة أهمها الألزهايمر، الفصام والخرف يشار إلى أن هناك ما يربع على 700 مليون نسمة تزيد أعمارهم عن 60 عاما وبحلول عام 2050 سيكون هناك بليون نسمة أي ما يزيد عن 20% من مجموع سكان العالم تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر وستكون زيادة عدد كبار السن أكبر وأسرع في بلدان العالم النامي وستصبح آسيا المنطقة التي تضم أكبر عدد من كبار السن وتواجه أفريقيا أكبر زيادة متناسبة في هذا الصدد دشنت بلدية دبي أمس حديقة سفار دبي تجريبيا وبدأت في استقبال الجمهور وسيكون الدخول إلى الحديقة مجانيا خلال الأسبوعين المقبلين وقد تم تشهيز مرافقها لاستقبال أكثر من عشرة آلاف زائر يوميا وتضم نحو 2500 حيوان تمثل أكثر من 250 فصيلا هي من الحدائق المميزة عن مستوى إمارة الدبي وعلى دولة الإمارات ونحن نطمع أن نكون أحد الحدائق المميزة على مستوى العالم هذا هدف الرئيسي وهي حسب توجيهه صاحب اسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظ الله بأن دائما مشاريع إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة أنها تكون دائما في المقدمة تبلغ مساحة سفاري دبي 119 هكتار يتم اشتغلال تقريبا ثلث هذه المساحة حاليا بالمعارض الحيوانات الموجودة فيها والسفاري تتنوع الحيوانات فيها بين الحيوانات الأسيوية والعربية والأفريقية تتقسم إلى مجموعة من القرى أول قرية ممكن يشوفونها الزوار هي القرية العربية فيها مجموعة من الحيوانات العربية من شبه جزيرة بالإضافة إلى القرية الأسيوية تحتوي حيوانات بعد من آسيا ثم القرية الأفريقية وهي أكبرها وفيها مجموعة متنوعة من الحيوانات وأكثرها مجموعة نادرة يمكن ما يقدرون نشوفونها التنوع في مكان ثاني في شرق الأوسط صراحة الحديقة من أروع ما يكون تنظيم على أعلى مستوى حيوانات أول مرة بنشوفها حتى هون من الحيوانات النادرة شفناها الأولاد كتير مبسطوا كانت رحلة مميزة صراحة التنظيم، النظافة، الرحلات في السيارات مش متعبة يعني زي ما كنا متخيلين مساحتها كبيرة بس في رحلات بالسفاري في بالسيارات فكانت على أحسن ما توقعناه كمان وهذا إش كتير كويس هنا في دبي نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل مستشفى دبي للجمال يبدأ في استقبال المرضى أهلا بكم من جديد نتوقف مع جولة الصحافة نبدأ من صحيفة الاتحاد الإماراتية التي عنونت الشرطة تبحث عن أغنى مشرد في فرنسا فقد عثر مشرد كان ينبش القمامة في محيط مطار باريس الرئيسي على باب شركة مفتوح فدخلها وخرج منها وفي حوثته 350 ألف دولار تقريبا وأكد محقق هذه الرواية متحدثا عن الجريمة المثالية وموضحا أن الشرطة لا تزال تجهل لماذا كان الباب مفتوحا في ذلك الوقت صحيفة النهار اللبنانية جوجل تعيد أزرار التشغيل والإيقاف إلى أجهزتها المنزلية فقد قررت شركة جوجل إعادة أزرار التشغيل والإيقاف المؤقت مرة أخرى إلى أجهزة هوم ميني الصوتية وذلك بعد إزالتها في البداية بسبب مشكلة كادت تؤدي إلى تسجيل الجهاز لحياة المستخدمين باستمرار اليوم السابع والتي عنونت فيروس خطير يجداح أجهزة الكمبيوتر ويشفر الملفات مقابل دفع مقابل مالي فقد اكتشف الباحثون الأمنيون فيروس جديد يشفر الملفات ويعطي الضحايا مهلة 96 ساعة لدفع مبلغ مالي معين لاستعادة الملفات المشفرة إذ اكتشف الخبراء في مختبرات نيتسكوب هذه التهديدات والتي لا تزال مستمرة حتى الآن صحيفة الوطن فيسبوك يكشف عن عائداته الإعلانية إذ يعتزم موقع فيسبوك بهدف الشفافية الكشف عن بعض عائداته الإعلانية في الدول التي يحقق فيها أرباحا باستثناء إيرلندا حيث نسبة الضرائب تكون أكبر وتتعرض ممارسات الموقع لتجنب الضرائب على غرار عمالقة الإنترنت الآخرين لتدقيق أكبر بتكلفة بلغت نحو عشرة ملايين وتسعمائة ألف دولار افتتح مستشفى دبي للجمال أواخر العام الماضي لكنه لم يفتح أبوابه رسميا للعملاء سوى الأسبوع الماضي ويستطيع المشفى معالجة عشرين جملا من خلال طاقم طبي متنوع كما أنه مجهز بحلبة سباق مصغرة لمساعدة الجمال على إعادة التأهيل والتعافي هذا المستشفى هو المستشفى الأول في العالم من ناحية التجهيزية لعلاج الجمال لأنه لا يوجد في العالم مستشفى متخصص بيطري يعالج نوع معين من الجمال أو من حيوان في عندك مثلا الخيول موجودة طبعا زين خيول ما شاء الله من كم قرن سباقات موجودة وبالتالي لا بد أن يكون مستشفى خاصة موجودة لكن الجمل لا إحنا هنا في المنطقة شفنا ما شاء الله تعرف الآن اهتمام في الموروث هذا كثير وبالتالي لا بد من رعاية لهذا الجمل كيف تكون رعاية؟ الرعاية مش في تربيتها فقط تنزين الرعاية حتى في علاجة عشان نعالجة لا بد أن نوفر له أفضل الخدمات العلاجية البيطرية وفي نفس الوقت نوفر له أحدث التقنيات الموجودة في العالم في هذا المجال تجدد مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة التزامها بالحفاظ على اللغة العربية عبر إطلاق دورة جديدة واستثنائية من مبادرة بالعربي التي تم الإعلان عنها أمس في مركز الشباب بأبراج الإمارات وتتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام ودعت وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام جميلة ألمهيري أفراد المجتمع للتفاعل مع الوسم المخصص للمبادرة في العالم الرقمية أفلت ريال مدريد الإسباني من الكمين الإماراتي واستهل حملة الدفاع عن لقبه العالمي بفوز متأخر وصعب للغاية بهدفين لهدف على نادي الجزيرة الإماراتي في المربع الذهبي لبطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في أبوظبي التقت مواهب شباب من الموصل وتجمعوا عليها ليؤسسوا فرقتهم الموسيقية فبعد أن تعرفوا على بعضهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطمحون اليوم بأن تصل بهم مواهبهم إلى النجومية إلى تفاصيل بيئة عاشوها وأحبوها حتى ألهمت أحلامهم ومواهبهم الفنية إنها الموسيقى التي يعتبرونها أفضل طريق لبث الفرح وتحفيز روح التأمل هؤلاء شباب من الموصل وتموحهم التأثير بواقعهم عبر لملمة إبداعاتهم ضمن فرقة موسيقية أسموها أوتارا نيرجال بعدما يوم عن يوم بدت الأخبار أن الموصل ستتحرر و ستتحرر صاد عندي طاقة أكثر أنه بديت أعيد نفسي أتمرن أكثر بكتمان بصوت ضعيف حتى لا يطلع اجتني فترة تقريبا 6 شغ 4 قبل التحرير أنه تركتوا كمان لين ضاقت علينا الدواعش صاغوا يعني قاب يمنا بين بيتنا وصار التفتيش يوم أي يوم لا علينا طبعا بالمنطقة فشوية قللت بس بعد ما تحررنا طلقنا العنان يعني الطاقة اللي عندنا طلعنا عزفنا بالشارع ومهرجانات طلعنا الطاقة اللي كانت عندنا شباب من الموصل التقت أفكارهم ومواهبهم الموسيقية بعد أن تعرفوا على بعضهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فصاروا يتمرنون كلا حسب موهبته إلى أن حان لقاؤهم ليبدأوا مشوارهم الفني بشهر الرابع بداية شهر الرابع أعلننا عن تشكيل الفرقة يعني تفقنا أن نشكل الفرقة بهاي الفترة تعرفنا على حكم عزف القيتار والتقينا بالضبط بتاريخ 24-4 كانت المقطوعة الأولى اللي جهزناها وصورناها صورناها تصوير بسيط تصوير موبايل سميناها القطعة The First Meeting اللقاء الأول الطاقة الكامنة في نفوسها أولئي الشباب وبعد أن كانت مقيدة طوال ثلاث سنوات ها هي اليوم ترى النور على شكل معزوفات تحاكي واقع وطموح أهل المدينة وأبنائها وما يحلمون به حاليا نحاول ننشر هذه الثقافة وهذا الفكرة الأكبر على الممكن وليعرفون بأن أهل الموصل وصاحبين فن يدورون الحياة يحبون الحياة يحبون نتقدم للطور أكثر بهذا المجال طموح هذه المجموعة الشابة من العازفين هي مشاركة أقرانهم في بناء المستقبل والتواصل مع العالم عبر الموسيقى كونها اللغة الوحيدة التي تتخطى الحدود فهم يتواصلون من أجل بناء سلمهم الموسيقي حيث أنجزوا جزءا مهما من أحلامهم يستعد قيصر الغناء العربي كاظم الساهل لإحياء حفل ليلة رأس السنة في دبي ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق 2018 يقام الحفل على خشبة مسرح دار الأوبرا في دبي والتي يقف عليها القيصر لأول مرة وذلك في الثامنة مساء يوم الثلاثين من ديسمبر الجاري قبل الختام تذكير بأبرز العنوي واشنطن تعتزم كشف أدلة تسليح إيران ميليشيات الحوث بالصواريخ والأسلحة دراسة جديدة تكشف الألعاب ثلاثية الأبعاد تساعد المسنين على الاحتفاظ بلهاقتهم الذهنية وسفاري دبي تفتتح أبوابها تجريبيا وتستقبل الزوار مجانا لمدة أسبوعين وصلنا للختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في الموقع ذاته موجز لآخر وأهم الأنباء يأتيكم بعد قليل ابقوا معنا اشتركوا في القناة